اشتركوا في القناة 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 القدر قلت له ما يعني ليلة القدر شرحت لي فركعت وصليت بتذكر شفت السماء سوداء وفيها طاقة بيضة طالع منا نور ما بنسيها صليت طلبت من ربنا أنه يعطينا حياتي كثير كثير صعبة ما بتشبه حياة أي حدا ما بدأتعلم وتجوز وتوظف وجيب أولاد تكون حياتي سهلة وربنا عن جد استجاب لي بشكل مخيف هلأ صار لي ممكن شي ثلاثين سنة بعتذر منه معم يقبل اعتذاري أنه معلش شربنا بتتذكر مرة لمن ما بعرف يمكن بليلتا ساقب دوري أنا يحقق لكل أمنياتي باس إذا برجع بالزمن لورا بعيد كل حياتي كل لأني تعلمت منا قويت كلمة قويت تعلمت البساطة أكثر صرت انبسط بالتفاصيل الصغيرة أكثر بكون سعيدة جدا بتفاصيل صغيرة يمكن مبتعني كثير صار بدون الأشياء الضخمة ويمكن اللوكس يمكن كثير إشياء لحتى تساعدهم بحس بالسعادة بتفاصيل صغيرة الحمد لله تخطيت سعابه وبحس يمكن شو ما بدي كون لقدام أمر دي ماجي أنت اليوم طبعا عم تحكي عن مسافة عم تحكي عن بعض عم تحكي عن ماضي معادي موجود الانسان دائما بيحكي عن الماضي حتى لو كان فيه صعوبات بيحنله لأنه اليوم صار بمكان آخر صار بمصاف آخر وانت اليوم طبعا بمصاف آخر أنت وصغيرة بشو حلمت أول حلم كان إلي أنا وصغيرة الأمومة من أنا وصغيرة كنت أحلم أني كون أم الحمد لله الله حقق لي أمنيتي حلمت بأشياء كتير حققت منهم أشياء كتير وبعد عم حققها حلمت أني مستل وغني وأرقص كنت جربة قطعة التليفزيون يقولون لي من أنا وعمري ثلاث سنين من وراء من شرائط الكهرباء وكهربت مرة فا وكمان حققت هذا الحلم مع أنه الكل عرضني وكل ما كان بده أني أنا كون بهذا المطرح حققت قسم كبير من أحلامي وبحس بس حس أني حققت كثير برجع بضيف على اللي ست لأنه الحلم هو الحياة كلمة ودايما بقول أنا تجربة الخاصة بحس أنه الحلم أحلى من تحقيقه بتحقيقه في في سعاب في أمور بتزعلك نحن عم نحلم ما منفكر إلا بالأشياء الحلوة اللذيذة ياللي بتحاوط حلمنا قال له علي عبد العمر ونرسم أحلامنا طبعا الحدود تتغير مع الوقت ومع الزمن نحن وصغر بتكون أحلامنا كتير محدودة ما رحول متزمتي منكبر منعرف أنه هالأحلام ما فيها تصير حقيقة وفي أحلام فينا نحن نصنعها بإيدنا منجرنا وشتغلنا بتذكر وتسألت أو حوارت مرة زاع حديد أول سؤال ألاكين هل تعتقد أن حياتك كانت محاولة محاولة أو محاولة محاولة؟ قلت لي نيذر نور أنت هل بتشوفي حياتك هي ضربة حظ هي فرصة هي عمل دقوب هي تمرين يومي الحظ بيعطيك نجاح موقت بس فيك تخسره النجاح بده مثابرة الحلم بده مثابرة بده تحقيق بده شغل بده إيمان بحالك وبالشيء اللي عم تعمله أو بتخسره ما كتير بآمن بالحظ لأنه كل شي حققته بحياتي أنا بفكر مكان حظ ولا مرة بالصدفة أنا وصلت لشيء تعب وسهر وليالي ووجع وطعب ومرأت بقصص كتير تأني أنا حققت كل شيء اللي وصلت له أبدا مكان مكان حظ بسكر كمان حوارت مرة سلين ديون قلت لأول سؤال وهي قارت لي شو هال السؤال الغريب تطرحوا علي بأول حوار هل تعتبر نفسك أنت رمز لجيل جديد وما كان في عندي جواب تعطيني أنت اليوم تشوفي نفسك رمز أو فيك تكوني رمز لجيل جديد أنا شفت اليوم في تظاهرة في جيل جديد حبيبتي لا أنا ما بعتبر حالي رمز أبدا لأنه بدي أقول شغلي أنا عندي كثير متابعين من عمر صغير من شان هيك كثير بكون حريصة شو بدي ألبس شو بدي أقول كيف دي أعطي رأيي كيف دي أتصرف مني رمز لأنه نحنا مننقل تجارب مننصح أوقات بأمور مش ضروري نحنا نكون عاملينا صح مننقل أغلاط نحنا غلطناها ويمكن نرجع نغلطها مش ضروري أي شيء موضوع منحكي في يعني نحنا ناس كاملين نحنا ناس ما منغلط نحنا بشر بالنهاية نحنا منا ملاكة مننقل نصائح نحنا واقعين بأخطاء مش نهاك أنا ما بعتبر حالي رمز أبدا إن شاء الله تصير رمز يا ريد بتمنى بس صعبة لا لا أنت شغيلة 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 ماجي حتى المرض ما هزمك لا أنت أصبت بمرض السرطان لكنك هزمتي تغلبت علي بربطة جائش بشجاعة بقوة وبإيمان كثيراً مرأت بلحظات أكيد ضعف كثيرة هو قاتل الإنسان الذي يمر أو يعيش مرض السرطان يحس أو يمكن يتمنى أوقات أنه يفل عندما ينوجع وهذا يتقلم. هل كنت تخافي أكثر؟ هل كنت تخافي عن نجوميتك؟ على مهنتك؟ على شكلك؟ على حياتك؟ على عائلتك؟ هل كنت تخافي أكثر؟ على أولادي؟ وأمي وبيا وجوزة والناس اللي يحبوني أنا كان عندي بريكنسر كان هناك خطورة كبيرة سيقولها بشكل مبصد لكي لا أتأثر عشت مع هذا الشيء لثلاث سنين لقررنا نعمل العملية بمرحلة الخطر ولا لحظة حسيت أني أريد أن أموت مع أنه هي العملية بحث ذاتها كانت كثير خطرة ولازم تنعمل ومضيت على حياتي لأنه ممكن يصير فيها موت مفاجئ ما سببه خطأ طبي طلبت من الله ما فكرت فيي أنا أن أريد أن أعيش ومثل فكرت باللي حوالي بالناس اللي يحبوني لا أريد أن يزعلوا لأنه أعرف كيف يزعلوا لأنه أنا أعرف أن الموت هو السر الوحيد الذي يخوفنا أخاف منه لا أريد أن يزعلوا أحد لا أريد أن يزعلوا أحد على شكل ولكن كنت قاية للحكيم أني أنا سأقوم حكما من العملية لدي شلل نصفة ممكن يطيب قسم والقسم الثاني يجب أن أتعايش معه لم أخفت قلت أنا حياتي أغلى من وجه وأغلى من مهنتي أمومتي عائلتي الناس اللي يحبون واللي يحبوني فقط بقوة الله وبإيماني كبير وبصلاة وأنا هذا اللي حكيت فيه اعتبرت صار معي وهو فعلا أعجوبة أني أنا طلعت بشكل سليم من العملية وتخطيت المرحلة اللي كانت كثير صعبة يعني مثل ولد يكتشف حاله ونطقه ونظره والمشي ويكتشف الأسماء والأشياء عن أول وجديد بس كنت تقبلتها بفرح بفرح ما فيني خبرك ما بعرف لش بتذكر قول كانت مرحلة حلوة يعني اضحك بس ما أعرف الأشياء بس ما أعرف أحكي بس ما أعرف أمشي أضحك وهلا بقول لهم بصورة ما أحلانة الحمد الله يعني هلا أنت عم تخبريني شكرا شكرا في ألم بطفولة ما كان في ألم كنت بنت ربياني بين 24 صبي صبي عائلة أمي وعائلة بي ما في بنات ستة الله يطول بعمره صار عمره مية وست سنين وبي كامل قواها العقلية علمتني القوة لكن تذكر طفولتي تذكر شيء جميل كنت أدرب صبي كنت حسن صبي يعني أنا أتذكر أول مرة طوالت شعري وحطيت حمرة لون زهر كنت أول سنة جامعة يعني يعني اللي بيعرفوني من طفولة بلولي كيف صرت أنت فأنا أوقات بعمل مجهود أني كون نعمة يعني هلأ إذا أخذت راحت شوي بتلاقيني هو هو فطفولتي كانت حلوة مرأت بمرحلة المراهقة بقطوع مرأت بقطوع كثير كبير عملي شك بالحياة لأنه بالنسبة لإله الحياة كانت لا في أن روز حياة حلوة حياة عائلة حياة كل البيوت كل الجيران هن الأرايب والعائلة لم يكن هناك خطورة لم نكن نخاف من شي لم يكن هناك حوادث بالضيعة التي قمت بها أطعب بقطوع كبير كما يقولون باللبنانة أصني أين لكن أعدت بناء هيكل نفسي وكملت ماجي متى أدركت أو متى اكتشفت أن مجتمعاتنا مهمة أنه هو الإنسان مسلوبة غير مصامة غير محترمة أي متى بأي عمر بأي سن كيف بعمر الثمنتعشر سنة أخذت أول شوك بحياتي الذي كان الذي كان الذي كان زواج استمر سنة و لم يكن زواج ناجح كان قاسي لا أحب كثير أحكي بتفاصيله لكن صدمت صدمت من التعاطي مع هذا الأمر بطفلة وجهة محكمة وجهة مغفر وجهة ناس يبصوا الأمور أو لا يعطوني حق أني فوراً أرجع لعند أهلي الذين هم كل شيء بالنسبة لي الذين هم الملجأ بالنسبة لي أنا بمطرح خطر علي لا تقول للدين ما يقول لازم أقعد لا تقول للإستقناف لا تقول للدولة ما تقول أنا بقول شو بقول أمي وبين ربوني بقولوا شو الصح وشو الغلط بالنسبة لي بس أنا فزت و ورجعت عند أهلي وكملت حياتي صح مثل ما لازم كملا عم تحكي عندك طاقة ملفتة في صلابة في قوة هالصلابة هذه أكيد ما كانت وقت موجودة لا كنت بنت يفعك كنت بنت لحالك بأول عمر كنت بصدمة عن صدمة صدمة نصدمت شفت الحياة شفت الحياة أنه في شيء بشع طلعت منها بسهولة أو أخر معك وقت لا أخذت معي وقت أخذت معي وقت أخذت معي وقت كيف شغلت على نفسك كيف علشت نفسك أول شيء الأهل محبة الأهل كيف حضنوني رجعت على الجامعة حضنوني بالجامعة فت بالسنة تقريبا من نصها ما كان فيني أتسجل رجعوا سجلوني صلات أكيد كثير العائلة حب العائلة هو أساس كل بني آدم بس تأسس بمحبة صح بتطلع فيك تواجه الحياة كلها بس لما تتأسس غلط أقل هزة ممكن تكسرك لأنه العائلة هي الأمان بتحس إذا أنا واجهت رح أرجع للأمان إذا فائد الأمان بحياتك هي صعبة مع أنه خلينا نقول ما نفقد الأمل في ناس يمكن فقدوا الأم والبي بحادث أو بأي ظروف ممكن يلاقوا الأمان عند ناس يحبون صح الدنيا ما خليت مليانة شر مليانة شر بس لو باللبنان منقول لو خلية كانت فنيت بعد في ناس كتير مناح أوقات تلتقى فيهم لأول مرة بتحس براحة تجاههم فيك تسلمون سرك فيك تطلب منهم شي عزيز عليك أنا مؤمنة بهذا الشي لأنه في عندي ناس بحبوني صح أصدقاء برات العيلة وأنا لدي ناس يمكن لا أعرف ماذا أستعد أعمل كثيرا 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 ماجي من الحرشة طبعا لهذه المواضيع الحياتية من كل حد من صوت كما يقولون أريد أن تنتقل قليلا إلى عالم الفن أنت تدرجت أخذت أدوار صغيرة ثانوية ومن ثم وصلت إلى أدوار البطولة أنت غنيت صح وعندك صوت حلو كما يقولون نرى اليوم الفنانين في لبنان أريد أن أتحدث عن لبنان لأنني لبناني وأنا أكثر أتلص فيها ما أعرفون بعض الفنانين يحظون بشهرة كبيرة بنجومية كبيرة وبعض منهم على نطاق عالم عربي يعني يقفزون فوق الحدود اللبنانية والمشرقية يصلوا إلى أهل المغرب والخليج العربي وطبعاً نجوميتهم تسمح لهم أن يعيشوا حياة كريمة حياة محترمة ولائقة وطبعاً هذا مش حلقة الجميع في الكتار من الفنانين اللبنانيين يعيشون واقع مأساوي وخصوصاً اللي يتقدموا بالعمر صح وشركات الإنتاج المختلفة لا تتعاطى مع هذا الواقع بالاحترام المفروض معلش علي على هذه النقطة لا 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 أريد أن أذهب إلى قصة الإنتاج أعرف أن زوجك عن شركات الإنتاج لا لا أريد أن أقول أنا بالإجمال سأجي بعدين على سيرة زوجك وعلى شركات الإنتاج هناك فرص عمل أليلة هناك أدوار أليلة لا يوجد أعمال كافية واقع اقتصادي سي خصوصاً اليوم طبعاً هناك تتدور الليرة والعملة اللبنانية هناك غياب قوانين ضمان الشيخوخة هذا الأمر مسؤولية الدولة أكيد أكيد لكن في نفس الوقت هناك فنانين يستطيعون فروات يستطيعون الكثير من المال لماذا لا حاولتوا أنتم الفنانين اللي قدرتوا نجحتوا وقدرتوا وصلتوا إلى حالة اقتصادية متقدمة أن تعملوا الصندوق تعاضدي النقابة مننا موجودة أو النقابة عمل كثير محدودة حتى تقدروا تسندوا الفنانين الذين أسعدون بيوم من الأيام الذين أعطونا من عمرهم ومن حياتهم حتى يقدروا يتقمصوا أدوار على الشاشة بوقت كانت طبعاً بدل الأطعاب محدودة كثير أكيد هذا الموضوع الذي تتحدث به كثير 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 مهم هناك شركات من ضمنهم لا أتحدث للمع إيجيل فيلمز الذي هو زوجة كثير يهتم بقصة الممثلين الذين تقدموا بالعمر أن يشاركوا حتى لو كانوا لديهم صعوبة بالمشي يتأمنوا كل شيء لأنه يقول بركة المسلسل وبركة الشركة وهذا الشيء مطروع على الشاشة يعني الكثير من الفنانين الذين تقدموا وموضوع الصندوق تعود مطروح أنه يصير فيه نقابة فعلاً نقدر كلنا نكون فيها نقدر مثل ما نقول باللبناني كمان نوقفها على إجراء حتى نساعد هود الفنانين لأنه الدور جاية على الكل نحنا بعدنا يمكن هلأ بعمر صغير بس نحنا كمان نواصل لهذه المرحلة هل بتشوفي نفسك تلعب دور قيادة تكون مثلاً نقيبة للفنانين هل هذا الموضوع بهمك ولا مرة فكرت فيها بس بقول أنا بمرحلة لما حس يمكن إذا ما بقى عندي إذا حسيت ما بقى عندي شيء تقدمه بالتمثيل بدي يكون بالإنتاج على سيرة العمر وزحف السنوات في العالم الغربي نجمات السينما طبعاً تكتب الأدوار إيلون وبيلعبوا أهم الأدوار نشوف هالين ميرين ميرل ستريب سوزين سارندن وطبعاً إن أفلاب تبقى على شباك التذاكر لأشهر مختلفة إنما كان في هذا العالم نشوف فنانين من العالم العربي الذين تقدموا بالسن يلعبوا أدوار كثير صغيرة بضعة دقائق ويمكن في بعض الأحيان لا يتحدثون أدوار أحد يكون أخرص مع كلمة أو كلمتين كيف علاقتك بالعمر؟ كثير متصالحة مع الفكرة كلنا نحب ندل صغار ومشدودين وأنا من الناس اللي بتهتم بس مش بطريقة مبالغ فيها لأن العمر حق ودايما بقول إذا أنا ما كبرت أولادي ما بيكبروا بديهم يكبروا ويتخصصوا ويسافروا ويكونوا منتجين بالحياة ويتزوجوا وشوفوا أولادهم هذه على الصعيد العائلة على الصعيد للمهنة بحس أن إذا عندي الطاقة بعض وعشق لهذه المهنة فيني ده المثل اللي أوصل لدور التاتة بدور حلو بدور لذيذ ومنغير هذا المفهوم أنه لازم في مفهوم خاطئ بيقول لك مسلة بس يصير عمري أربعين لا ما لازم تحبه تنحب مين قال أنا بدي أحب التسعين مين قالوا معي هلا هيدا مهم لك أنت بس اليوم هل كلكم بدكم تحبوا بالتسعين هيا أذكر إن شاء الله كلنا منوصل لهيدا العمر ومندل نحب لماذا لا لكو حال بعتاد أنه بيوجود مادام ماكرون برجية ماكرون عطيت أمل لكل النساء يوصلوا لستين وسبعين حتى ينغرموا وبرجيلا أصغر منهم سنا بقى ما حدا يعتلم أبدا إيه ويعملوا رؤسة كمان أو هني يعملون رؤسة مهم كمان أنه شركة الإنتاج يعني هي أيضا تتغامر إذا بدك وتقرر أنه تعطي أدوار لنساء بها العمر وأدوار بطولة غمرنا مش غمرنا ما كانت بالنسبة لإلا مغامرة كانت أناعة مع أحمد الزين يوجه له تحية ورندة كعدة يالي بمسلسل الموت كلكم شفتوه يالي عملوا دور العشاء عشقوا بعضوا كيف تزوجوا وكيف يغاروا على بعضوا وكيف ولقوا ما فيني قللك أدي أصداق حلوة يعني بكل الوطن العربي وهنا بأعمار منا صغيرة فنحنا عملنا هذا الشيء ومكملين فيه المرأة أو الممثلة في العالم العربي تعاني من عدم المساواة في الأجر دائماً الممثل يتقاد أجراً أكبر الممثل؟ من الممثلة ليس في الوطن العربي لا هناك ممثلات أجر كثير عالة أيضاً حالياً اليوم؟ حالياً لأنه صار في من كم سنة إلى الآن البطولة لا تسند للشاب للرجل هناك مسلسلات تكون البطولة مسلسلات مسلسلات أنا أحكي ممثلين إجمالاً من العالم العربي عندما تظهر بمصر اليوم طبعاً الممثلين هي رجال أحكر على الرجال الممثلات النجمات أجرهم وهذا شيء معروف بعتاد أقل من أجور الرجال حسناً نعمل على هذا الموضوع أنا أبعدكم أنت عندك شيء يختلف طيب لحرجو أشفال موضوع الشركة عندك وعند زوجك في كتار سألوني أو طلبوا من إطرع عليك السؤال لوما زوجك طبعاً بيطرع السؤال عليك دائماً لوما زوجك هو صاحب شركات الإنتاج هل كنت قدرتي اقتنست هذه الفرص أكيد حصتي حظيتي أو حصتي على هذه الأدوار المختلفة المركبة والسؤال الثاني وقتاً شركات الإنتاج تقتني عمل أو سكريبت أو سيناريو هل بتعدي أنت وزوجك بتشوفي أي دور بالبقلك أكثر وأي سيناريو مفروض أنت تعتمدي عليه قبل غيركم ممثلات دعوني أرى ممكن بما أننا نتحدث عن المرأة وعن تجارب كمرأة يمكن لو أنا بمقابلة فنية بحث كممثلة بالنسبة لي بمنع أنا أتحدث بهذا الموضوع لأنه أخذ جدل سنين طويلة وبالنسبة لي صار يعني ما بفيدني بشيء حتى أنا من من النوع اللي ببرر الشيء اللي بعمل أبداً بعمل اللي بدي أعمله بقول بدي أقوله ببرم اللي بيفهمني اللي بدي فمك خطأ لو بدك تشرح له ضويلك أصبيعك العشرة ودفهمك غلط ما بعرف ليش بس إمرأة تنجح لازم يكون سبب نجاحة رجل مع أنه الرجل داعم والرجل بالنسبة لي دعوني أتحدث عن تجربتي الخاصة في ناس كثير لازم إذا أنا نجحت بمسيرتي اللي عمره صار 27 سنة وخرجت معها تفنونه وبغني وبمثله برؤس من أنا وصغيرة لازم يكون زوجة هو سبب نجاحة أول شي أنا بدي أشكره كثير زوجة داعم الأول أكيد قدم لي فرص كثير كبيرة وكثير مهمة لكن نجاحة سبب أنا إلا للمرأة نجاحك ولكن تنجح سبب أنت لا أحد ينجح أحد يوجد فرص يساعد يسهل الطريق لكن إنك تهدي نجاح النجاح لا ينهدى لا بالمساري ولا بالفرص ولا أريد أن تكون ممكن يتقدم لك فرصة تنجم فيها النجومية بالنسبة لأيلي مهمة في ناس بتنجم بفضيحة بيصيروا نجوم بيصيروا ترندين وبيغزوا مواقع التواصل الاجتماعي ليس معناتها ليس مهم تكون مشهور المهم بشوق أنك تكون مشهور فهذا الموضوع سئلت عنه كثير لكن أنا على طول من الناس البراهن على الوقت 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 وعندي نفس طويل تعلمت بالحياة أن يكون نفسي طويل عطول الأيام والسنين تثبت وجهة نظرك وبتثبت جدارتك أو عدم جدارتك بالحياة شكرا شكرا بيليفزيون في عشرين و ٣٠ سنة كان هناك أزواج تخيل أنه لا يكونوا ورانا يعني تخيل أنني أنا ممثلة وزوجة عنده شركة انتاج و أنا لا يكون حدك حدك التقيت مرة لم أقدر تحورتها لكن بالنجمة الأمريكية أنجلينا جولي أنجلينا جولي قمضت حوالي عشرين سنة في قيادة حملات من أجل حقوق الإنسان أولا كسفيرة للنوايا الحسنة ومن ثم كمبعوثة خاصة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نفذت أكثر من ستين حملة وكانت شاهدة على نزوح الملايين سواء في سوريا سيراليون في اليمن في العراق في أفغانستان لم نرى أي نجمة أو نجمة بالعالم العربي لم نرى أي شخصية عامة حقيقة بتلامس بإنسانية عمل التطوعي قلوب وعقول الناس ليش برأيك؟ ما بعرف أنا بقول نحنا عنا تقصير بهيدا الموضوع عنا تقصير كتير كبير بهيدا الموضوع في أشخاص بيشاركوا يمكن بقصص بتخص جمعيات خيرية بتخص مساعدة يمكن الأطفال أو العجزة أو بس لازم يكون أكثر بس رأي ما بعرف إذا لازم قولوا حقوق الإنسان خاصة نحنا الظروف الصعبة كتير يلي عم نمرق فيها صار عنا ما بدي قول يأس أنا ما بحب هذه الكلمة نوع من التراجع نوع من الخوف لأنه هذا الشي بدك بدك تقاوم بدك تحكي بدك تطالب بحقوقك بدك تغير يمكن أوانين قديش قادرين نغير أوانين ونفوت صار في أولويات مننا الدواء الاستشفاء مواضيع كثيرة فأنا أتمنى هذا الشي كلنا نكون إيد وحدة ونقدر نحقق الشيء كثير نحنا لازم نحقق ماجي على ذكر الأوانين كثير هي الأعمال الفنية والدرامية العربية يلي حاكت ما شكلنا يلي علجت قضايا حقوق الإنسان حقوق المرأة حقوق الأسرة وخصوصا في ظل الأذى يلي يلحق بالنساء عامة هدف بعض الأعمال كان ممكن تفاوت في بعض الأعمال كان بهمة فقط انتشار في بعض الأعمال كان بهمة تضوي على مشاكل معينة في بعض الأعمال استعمرت هذا كترويج لألة لتأمن حضور لألة وشباك تذاكر لألة وقليلة الأعمال هي لحقيقة قدرت تأثر على قادة الشعوب وقدرت تغير قوانين وتعدل بقوانين ويمكن طبعا الرائدة كانت هي سيدة فات الحمامة بأفلام لأعزائي السيدات أريد وحلن إمبراطورية ميم هل ترى اليوم هناك مجال في زمن العالمي زمن إزالة الحدود زمن السوشيال الميديا هل اليوم من السهل أنه أعمال فنية تقدر تأثر على صناع القرار تقدر حقيقة تغير قوانين أحوال شخصية قوانين مدنية قوانين تمس بحقوق المرأة هنا السؤال الصعب هل ستقدر تأثر على المسؤولين أن نغير القوانين دعنا بالقصة من الأهوان أن تقدر تأثر على الناس أن يأخذوا قراراتهم بإنهاء مجزرة تصبح بحقهم أنا صورت مسلسل اسمه كفا قصة حقيقية صارت في لبنان كانت صارت في لبنان يمكن منشي ثلاث سنين وكلنا تابعناها على التلفزيون عن سيدة عنفت حتى الموت وهي بالشهر التاسع حامل بالشهر التاسع هذه القصة أصعب مرة كانت بحياتي أن أدي دور لأنه في مصدقية بدي وصل معاناة هذه المرة صح لأنه ولا دعم يحضروا وأمها وزوجة اللي قتلها اللي كان محبوسي يمكن بوقتها بس الشي المنيح اللي صار على الأخبار حتى سيدة بالمستشفى طلبت أنه تصور تقول أنا حضرت المسلسل ما بدي يصير فيه متل هيد المرة ومضروبة كان أنا التجأت للقضاء وطلبت الطلاق وفليت من البيت لأنه أنا عم بيصير فيه نفس الشيء وسيدة تاني كمان فلت ما غير شي بالأنون ما قدرنا عدلنا شي بس غيرنا بأرار أشخاص بدون دعم إنه قولوا لا فلو وفي جمعيات حد كون ما قلت كيف بتحضري للدور اللي بتلعبي كيف تشتغلي عليه أنا حقيقة يعني بتذكر خبرتني فاتن حماما إنه بفيلم يوم مر يوم حلو كان عمراس 65 سنة أجل عنده مخرج يعني الشاب خيري بشارة وعرض علي الفيلم وأنا وغامرت معه ونزلت فاتن حماما بعمرا وأمضت أسابيع بشبرة بين الناس ومع الناس لتشوف كيف يعيشوا لتشوف كيف بيحكوا لتشوف كيف تقوس حياتهم ولعبة الدور وبعتاد كان من أجمل أفلامة يوم مر يوم حلو صح بقى اليوم وقت ممثل أنا اليوم بحضة ممثلة تلعب أدوار صعبة مركبة معقدة كيف تحضر للدور بدي لك عن كذا دور كيف حضرتهم منهم فيلم بيبي ما بعرف إذا في كتار شايفينه بنات عمره أربعين سنة نمو العقل بيوقف على عمره ثمان سنين طلعت على المركز قعدت معهم يمكن شهر قد النهار بالأول ما كنت أعرفون من بعضهم لأخذت تفاصيلهم صغيرة لحتى يكون فيه مصدائية بالدور وقدما هذه الشخصية كانت عن جد رسناها صح ووصلناها صح صاروا يجبون كلهم لحتى يحضروا الفيلم لأنه حبه الشخصية وكراكتر كان اسمه بيبي هذا من الأدوار أدوار ثانية روح على الإحياء إذا في ناس عايشين ببيئة معينة بحي بروح ما بقلهم أني أنا عم حضر لمسلسل أو أي شيء بقض النهار بشرب قهوة معهم بحكي معهم بنزل على الأسواء بشوف كيف كيف لغتهم بسألهم عن طفولتهم لأنه كل شيء مردوا للطفولة كل شخصية تحكي بطريقة بتقعد بطريقة بتتعامل مع جسمها بطريقة بتواجه الناس بطريقة فهيك بحضر للدور ما بهمني الحفظ يمكن غير بالحوار بس بس تكون عشقان الشخصية وفاهمة صح بتوصل بصير الجسم يتحرك لوحده الصوت بيتغير العيون كل شيء ماجي قبل ما أفتح المجال لأسئلة الحضور في عندي ممكن بضعة أسئلة الحمر عليهم بصراعة أنوية هل هناك صدقة حقيقية بين الممثلات طبعا في أنا عندي صديقات من الوسط الفني بعتز فيهم وعمرهم سنين وتجارب وخبرة وأقول بس كثير قليل من خزلك في عالم التمثيل كثير 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 وحطيتها وراي وتخطيتها و والأمر رادي لأي تجربة جديدة صار عندي خبرة من أكبر صفعة عطاكية أكبر صفعة صديقة صديقة تعرف حالة أكيد هل أكثر سيقولوا أنا 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 بس وزعين لكم كلهم يعني اللي تسمع هلا والبدأ قلبه بسرعة يعني هل بتسامحي بسامح بس ما برجع الشخص على حياتي ولا يمكن اللي بيط صعب الشخص يطلع من قلبي بس لما يطلع من قلبي ما في قوة بترجعه ما بتنسى ما بينسى لابدوا يعني اللي بيعمل شغل تمرة بيعملها ميت ما في غدر عرضي في خطأ عرضي كلنا منغلط الغلطة شي والغدر شي تاني الغدر بيتكرر بيكون الإنسان غدار نحنا ما منغدر نحنا منغلط منطلب السماح سوري باعتذر غلطة نحنا بشر بس الغدر بيكون بيفئة الدم في شي بجنات الإنسان في صناعة التمثيل شو كان أكتر أو أصعب مشهد عشتي مش مسلتي عشتي في مشاهد صعبة عشتها أكيد شوف أنا تأثرت كثير 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 بمسلسل الموت الشخصية هالبنتين الربينين بالشارع صاروا بقيعات هوا عيش الضعف والظلم والجوع والزل وبيعوا حالهم كثير كانت هذه الشخصية تقيلة على قلبي أن كثير الحياة كانت قاسية في مسلسل تاني كمان أم تفقد أولادها أولادها مدبحين قدامها بمجزرة وهي عم تتعامل معهم أنه هني عايشين بدون يشربوا وياكلوا أنا كأم كمان أثر فيها هذا الشي كثير أم ماجي قدام المرية ما تقولي بقول دائما بشكر الله على كل شي بشكره على صحتي بشكره على عائلتي بقول له يا رب خليك معي أني ما أغلط خليك معي وعطول بصلي يدلوا إجرية على الأرض لا أريد أن أخسر لأن الإنسان عندما يضيع يخسر كل شي يخسر عائلته يخسر حاله بالأول والإنسان الذي يخسر حاله يخسر عائلته يخسر نجاحه يخسر كل شي ويقول يا رب كل شي لا يمكننا أن نطلب حياة سهلة ولا يطلب من المشاكل لكن يطلب منه أن يكونوا سهلين لا أستطيع أن أكون أدن يعني لاحظنا اليوم إلى أي درجة تجاربك كانت بلغت التعقيدات لكن قوتك واجعلت منك إنساني صليبي هل التجارب خليتك تخفف من توقعاتك بالحياة؟ أكيد بالبشر تخفف توقعاتي لحتى ما أنصدم كثير لكن عندما أصل إلى مرحلة عن جد أشعر أن كاملة الثقة بالشخص برتاح هناك أشخاص قابين وثق فيهم كثير أنا أتحدث عن تجارب عن أشخاص عمرها عالقات عمرها عشرين وثلاثين سنة وتجارب كثيرة ومرأة العلاقات بمغريات كثير مهمة من هزت هذه العلاقات أشخاص الصح بعضهم موجودين ليلة لكنهم موجودين قلنا عن الفن قلنا عن التمثيل قلنا عن العائلة عن الماضي عن الحاضر قلنا عن الوطن الأوطان العربية إلى أي درجة إنتمانية بالقضايا العربية كثير من هذا ما أريد أن أقول هذا الموضوع الوحيد صراحة التي يؤهر ويزعل ويحس بثور الغضب فيك أنا لبنانية عربية لا أترك وطنة لو ما ما حصل لا أترك بلدي لدي كل المغريات إذا أريد أن سافر على بلد أوروبا وبعيش بحس حالة مثل السمكة برات الماء يمكن هناك أمان لكن لا يوجد حياة معنية وبشارك بالثورات وبشارك على السوشال ميديا ولا لحظة بحس أني أنا مني معنية بأي قضية عم تتير بالوطن العربي نعم هل في سياسي خزلك كلهم كلهم يعني كلهم كلهم هاي شو ماي شبع السؤالك إذا في سياسي كلهم يعني كلهم خزلك في بنت صغيرة تقول لي لا 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 تتكلم لا تتكلم نعم هل هناك أسئلة تتكلم هناك الكثير من أسئلة تحنب للشمين هل من أجل ما رأيك أنا جميلة عربية للمساوات وإليسا كانت أمتطلق كانت أمتطلق جسور إليسا كانت أمتطلق أمتطلق جسور أمتطلق جسور ماغي بغصن أنا جميلة جميلة عن طرق العربية لا أعلم الكثير عن العمل بس هلأ رح سيرتيبعك حبيب لديك أسئلة أول سؤال عن SDG 5 إقوالية للمساوات كيف هو القطاع 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 هل حكيت أنت عن موضوع أنجلينة جولي وها عملية كم تحكي قطاع القطاع الأمتطل ما هي الموضوع التي تستطيع لأمتطلق أمتطلق لأمتطلق ومتطلق لأمتطل لأمتطل في أي كارير التي تريدون أخبار لأمتطل ما هي دور الفن بموضوع الأوارنس خاصة بالصبايا والشابيت هذا أولا والشابة الثانية والشابة والشابة والمتطل والمتطل أنا كالتربوي كمان يسألوني كأسادز وعلم كل هال تربوي كل هال شو رح يكون دور الأستاذ بعدين سو أنا بدي وجهوا كدور الفن الفنانيت أو الفنانين لنقول سو مع كل هال التكنولوجيا اللي رح تسير شو رح يكون دور الأكتر والأكترس كيف رح نشوفهم في 5-10 عام بالمتطل 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 والمتطل والمتطل اللي عم بكثير هل أنتو كثنانيت وثنانين محضرين حالكم لهيد الفيز الجديدة شكرا 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 ريكاردو لتعطي لتعطي دوء سؤال شكرا 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 موضوع اجتماعي نحن نطرح أو نحن نحن عن قضايا أو نطرح حلول أوقات بيكون ما بيكون في بس الأوقات كثير لما نقعد عبالنا نحكي عن مواضيع أو لازم نحن عن مواضيع نحن 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 بالمسلسلات ونوجه نحن عن المخدرات ومساوئة ومخاطرة نحن نحن عن عن كثير مواضيع تخص العائلة وكيف التربية والبيئة الصحية قد تأثر على الولد بالمستقبل هذا نحن كدراما كفنانين كفنانين نحن نحن بس توصل لمرحلة تحس في ناس متأثرة فيك وخاصة الجيل بأعمار صغيرة والتينيجر منصير نحن مفروض واجب علينا أن نكون منصير تحت الضو كتير واجب علينا أن نحن نكون حريصين بتعاطينا مع الأمور ومع السوشيال ميديا حتى بحياتنا الخاصة لا يمكنني أن أطلع أحمل قضية الإنسانية بمسلسل وكون هذه الأد مخلصة بالأداء والموضوع والكلام الذي يقضيه ومثله وكون بالحياة أنا أشجع على أمور كثير سيئة ومسيئة للمرأة والرجل والطفل والمجتمع هذا الشقة الثاني نحن يصبح لدينا مسؤولية بالتعاطي بالسوشيال ميديا السؤال الثاني بعد 5 و10 عام لا أعرف لين نوصل يمكن أنا أوصل لمرحلة لا أستطيع أن أتحدث بالغاب ما سيحدث يمكن مسل المسلسل يتحدث عن الفضاء عن الأليون لا أعرف كثير 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 ويسألونا هالسؤال عشان توجه للفن شكرا لك شكرا شكرا لك سؤال ثاني سؤال سؤال بما أن هناك شباب معنا لا نسمع صوت شباب أيضا تفضل أرجو مرحبا وشي أعطيكم العافية بدأعرف عن حالي أنا اسمي شاد السعدي عمري 23 سنة صوت منيح طالب إعلام ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي أسأل ثلاث أسئلة طبعا أنت نورت لأردن وبلدك الثاني أول سؤال لماذا لا نرى مسلسلات مكوناة من 8 أو 10 حلقات التي تنعرض على منصات مثلا شاهد أو نتفليكس مثل أغلب الفنانين هذا أول سؤال ثاني سؤال من نفسك تتعاوني مع ممثل أو مثلة ما تعاوني معهم أبدا وآخر سؤال متى رح نرجع نرىك بمسلسل جديد مع صديقتك الممثلة جيسي عبدو وشكرا جيسي حبيبتي يعني كل كل يوم وكل مسلسل بحب كون متواجدة أنا و جيسي بس تسائب أن هي عندها عمل وأنا عندي عمل بالنسبة للثمان حلقات هلأ كان مفروض أنا بلش كان في مشروع أن يكون عندي ثمان حلقات بس حسات بين الأمومة والتمثيل كمان الأولاد إلهم حق وبدون وقت بالبيت خاصة أنه للموت أخد معنا تصوير حوالي ستة شهر فضلت أخذ بريكة طويلة لحتى أكون موجودة معهم بالبيت ما بدي أكون طميع بمهنتي ويروح حق الأولاد أني أنا أكون موجودة معهم فترات طويلة بحاجة لأننا كنا جميعاً أنا من زمان داعمة لكل الجمعيات التي تعنا بعلاج أطفال السرطان وعملت غنية مع الرحابنة عملت غنية كان رايعة لقلهم وأهداء لقلهم اسمها الساكن السماء بيسمع بدأ أقول لهم الله معكم ومعنا نتمنى كل الأطفال يقطعوا هذه المحنة بدأ يكون عندهم إيمان كبير وصبر وقال الله يعطينا التجربة يعطينا مع الإيمان والصبر الله لا يحمل أحد يحمل أكثر ما هو يحمله فأنا بدي أحيي كل الأمات المرئين بهذه التجربة وقالهم الله يشفي لكم وليدكم جميعاً شكراً كثيراً إن شاء الله أرجوك ميكروفون للمدام نادين تحب تسأليني مدام الوقفت يمسيكم بالخير جميعاً كريستين فضول كناسي يعني بشغل بالأحوال الشخصية نعم وميسيو ريكاردو سألك سؤال من نجمتنا المحبوبة سألك سؤال إنه ليش ما بتعملي عمل فني عن الأحوال الشخصية وكان جوابك إنه أنا عملت مرة وحصيتي إنه ما كان إله المردود اللي إنتي حابة أو التأثير اللي إنتي كنت يحبه أنا بس بحب أقولك إنه التأثير قد يكون مباشر أو غير مباشر طبعاً مرات بيكون إشي مهم جداً أنتو بتدخلوا بيوتنا وإحنا نتأثر بأعمالكم يعني أنت ممثلة محبوبة الكل بحبك أنا بتخيل عمل زي هذا سيكون إله تأثير كثير كبير في عندك مواضيع كبيرة بتقدر تشتغلي عليها مثل الزواج المبكر مثل موضوع الإعالي أنا الزواج المبكر هذا الشيء كثير مفكرة في لأنه كثير يستفزني وكثير بحثوا جريمة مشرعة هذه جريمة مشرعة يجب أن نكون كلنا ضدنا فأنا بوعدك عن جد بوعدك أنه سيكون هناك مسلسل يريد يحكي عن هذا الموضوع نحن بالمحاكم ليس بس الكنسية والشرعية مثلاً هذا أحد المواضيع بنتي يعني في كثير من جيزات هذه تنتهي بالطلاق ليس بس هك وكمان المرأة تخسر مستقبلها بالنهاية نعم تسمعوني لا لا مادام قربي الماكروفون أكثر أرجوك بتخسر مستقبلها بتخسر تعليمها بتخسر حقها في الاختيار هذه واحدة من مواضيع كثيرة بحب أقولك كمان في أحد المسلسلات اللي عملتها إيش اسمها المسل المسل نيلي كريم هذا المسلسل بتعرفي أنه في مرسوم تونسي أمر سيادة الرئيس بتعديل قانون الأحوال الشخصية بناء على هذا المسلسل بالعكس نحن نتمنى أنه من نجمات زيك تعرض تعمل هيك مسلسلات أو أفلام عشان تساعد في تعديل السلوك وتعديل حياة الناس نحو الأفضل خاصة الفتيات والنساء شكرا مدام فضول شكرا 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 مرحبا يعطيكم العافية أول شي بدي أقولك أنه أنا كثير بحضر مسلسلات لبنانية بصراحة تمثيلك السكنتونان تقمصي الشخصية بيوند واردز يعني ما بدر أحكي لك أدي كان تمثيلك رهيب تاني شي بدي أقولك يا أنا اسمي غادة زادة فاشن ديزانر وناجي من سرطان الثدي أخبرك أنا فعلتها مستكتومي الغداد المفاوية الموبايل قنوات كيماوي أشعع هرمون كل شيء إن شاء الله أكون ناجية يعني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله بس بلشتك تحكي أنا ما أعرف شي عن حياتك الشخصية بس بلشتك تحكي أنك مردتي أيووز كلوليس أنك أنت كنت مريضة اضطريت أطلع من قاعة لأنك بكتي قلبي ووجعا عليكي وأعتقد معكم إنه كيدز والأمهات والجرز المنيح اللي بوقف مع الواحد بيرفعه بس أقولك شيء أد ما في ناس يمكن تكون تحكي بحياتنا أكيد في ناس محبة بحياتنا ما شفناها هدول بيكون وقفتهم معنا تعطينا يقين إنه إحنا أكيد ما هنموت وأكيد كله إرادة وأكيد من نجاح لنجاح مستحيل مريضة سرطان الثدي تنجو ما تكون قوية وما تكون إكستريملي سكسفل بيان عليك إنك قوية بيان عليك قديش أنت قوية وقديش بسمتيك على وجه معلاش نتأثر وننزل دمعة بس وقفتك وعم تحكي يعني أنت هيك عم بتقاومي ورح تحاربي ورح تنجحي وكل الناس بتحبك ونحن منحبك ومنصليلي كمان ماجي يعني من أول مفت صراحة ما تحملت إني ما أنادي عليك كثير بأحبك حبيبتي شخصيتك شكلك يعني صرت أحب إني بتيت عشان زيك شغفك بالشغل يعني أنا الحمد الله يعني عندي شغف معادي بالشغل وأكتر شيء بس تابعتك بتطلع عليك وانتي بتمثلي حسيتك هيك يعني مستمتعة مش بس أنت يعني عن جدك ممثلة عشان تاخدي أجر حسيتك عم تستمتع وانتي بقى تأدي الدور وزي ما شفت شخصيتك ما شاء الله وكنت تحكي عن إنه كيف الواحد بقوى بعد ظروفي كثير قوية أنا حاب أحكي عن تجربتي من ثلث سنين خسرت أمي وأبوي وهذا الأشي خلاني أصير قوية لما فكرت بولادي زي ما أنت هلأ حكاتي وقدي الواحد إنه لا في شيء عنده يقوى عشانه وكثير بحبك وعشان أضلني هيك شايفيتك الايدل تبعي لازم أخذ معك سورة بس تطلعي أكيد من عيوني ورح نتصور مع كتار ميكروفون للإستيز إستيز يعطيك العافية أنا غيث التل من مزهرة الخليط أنا سؤالي فأني يعني بحث سيكون هل بات الممثلون لبنانيون حكراً على شركات إنتاج معينة وكل شركة لها ممثلينها الخاصين فيها وهل ممكن ماقي تكون بشركة إنتاج منافسة يعني ممكن نشوفك بأعمال ضمن من إنتاج مثلاً شركة الصباح وهل هناك نقص في الوجوه الجديدة بلبنان الوجوه تتكرر كل سنة ما عم نشوف أي وجوه جديدة في الأعمال اللبنانية شكراً ماقي معلي في نجوبك أنا بالعالم كله بالعالم كله عندك براماونت عندك أم جي أم وعندك بي بي أس عندك شركات إنتاج وعندهم ناس عندهم عقود معهم بعتقد هيد بالعالم كله مش هل إذا بالبناء لقيتوا استثناء بس هذا شي طبيعي بي سيب العالم كله أنا ما عندي مشكلة بأي عمل برات إيجل بس اللي بصير عم بحكيك عن تجربة الشخصية عطول مبقى عنا أفكار محضرين للسنة الجاية حابين نعمل هايك بس حتى لو ما في عقد مثلين مع شركة بيكون في التزام بصيروا مثل عائلة يعني بصيروا يحبوا بيتعوضوا على بعض يشتغلوا مع بعض بس المشكلة إنه عوقات إذا كل السنة بيقدموا مسلسل ناس بيحفظون يعني بيصيروا جزء من حياتهم يلعبوا هالدور يعني بيزمانات وتعاملوا داينستي ودالس هال لونج سيريز ما قدروا يلعبوا لهم مسلين أدوار تانية لأن الناس حفظون صح مية بالمية التسقتوا صورة بذهنهم المخيلتهم مية بالمية ترجمة نعم سحر هي من أجمل الشخصيات التي أكتبتها والتي أحبتها والتي أحسيتها وأنت تصور أريد كثير وقت لتذهب من قلبي إذا طرحت لا تذهب لك أعلمين أنك مفلة أحب أن أسألك ما تعلمت من سحر بما قوتك بما ضعافتك هل سحر غيرت قرارات بحياته كانت راحة مصار حياتي لمحل تاني أو المكتوب مكتوب وبدنا نمشي فيه كالسحر خلينا نجوا بك عني أنا كالسحر ماجه سحر غيرت فيه كثير غيرت فيه كثير 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 خليتني سير أقوى يعني كل القوة اللي كانت جواتي أنا مخبيتها وفي أشياء دفنتها مبدأ أعترف فيها قررت أني فجرة قررت أني أخذ قرارات كبيرة من ورا سحر لأنه هي مظلومة وهي صاحبة حق هي ما بتفتري على حدا حتى لو قتلت الناس كانت معا كانت معا أنه نحنا بدنا نفش خلقنا بالنهاية نحنا ليس ملايكي أنا ما عم شجع على هذا الشي بس عم شجع أنه كل إنسان يأخذ حقه إذا الدولة محمدك لازم تأخذ حقك لتحمي حالك ولتحمي اللي أنت مسؤول عنهم يا اللي هن وليدك أو الناس المسؤولين عنهم سحر لو أخذت قرارات كانت تغيرت أكيد كانت تغيرت ما ما صار حياتها بس سحر من الأشخاص اللي بتشبه كثار من الناس للدنيا ما تخليها لو بدأتقرر تكون مرتاحة ما بتخليها بتضل تعطيها تجارب مخلونة مخلونة بدنا نعمل بسلسل نسمي مخلونة بس صحر أحلى منهم المخلون الندين أنت بتكتبيه وماغي بتمثل بشتغلوا سوا كيف تشتغلوا الشخصية كيف تتركبوها سوا لا الشخصية ما بتتركب سوا الشخصية أول شي ببلش بفكرة المسلسلة بتكون براسة أنا تتطور الشخصية نعم هنا تصير العلاقة بين الكاتب والممثل ما شاء الله عليها ما جي عندها مخيلة رائعة يعني لو ما كانت ممثلة بتصور كانت تكون كاتبة لأنه كثير بتفكر بأصص بتكبلي أفكار ما بيخطر عبالة بتحس بتقلي بركي بيزبط هون بركي بيزبط هون دايما عندها حال التفكير مستمر بالشخصية بتنام معها للشخصية وبتقوم معها فهذا اللي عم بيخليها تنجح فيها وتتطور فيها أكثر لأنه عم عم نطورها مع بعض كل الوقت الممثل إذا ما حس الشخصية إنه لحم دم ما بتوصل للناس كلحم دم أول شي ما عجي أنت صديقة من زمان وأنا كتير فخورة أني كلابيت الدعوة وفخورة بهالجمهور الكبير يلي نطريك من الصبح لحتى حبيبتي تنكيو محليكم محليكم أحبك 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 أنا كنت عارفة أنا كنت عارفة أحبك 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 ريكاردو ماكي أنا من أشد المعجبين كثير من الناس بفنك وأدي أنت متنوعة وأدي أنت قديرة شكرا بما أننا نحكي عن المرأة بهذا المؤتمر ماكي إذا فيها تختار شخصية عربية ملهمة التي تقدمنا إياها بما أن الفن رسالة من تختاري حتى تقدمي لجمهورك من النساء العربية؟ لكن هناك كثير من أختار شخصية معينة لأن كل إمرأة عندها تميز بمطرح يعني يمكن أن هناك سيدات يتميزوا بشكل كثير من أحب أن نكون مثلهم في عندهم كمان خصائص ثانية أو صفات ثانية ما منقدر نكون مثلهم أو ما منحب أو ما فينا أو مش هيدا هدفنا هدفنا بالحياة بالنهاية يمكن ما في إنسان كامل الكمان لأ الله بس فيك طار بيتميزوا بالوطن العربي أكيد شكرا الصبي لبسي أسود نورت الأردن يا صغير شكرا لك أنا أحب أن أقول لك أن حضرتك كنت في 2021 و2022 نجمة العالم العربي بالصدق الوجداني الآن بالتمثيل هناك بعض المخرجين يقولون للممثل أن استذكر ما حدث معك أو تخيل أن حدث معك يعني مثل سمح الله في عيد الشر موت أو مرض هل حضرتك تستدعي تستدعي شيء معين حتى تقدر تطلع المسترسين المسترسين مثل الجزء الأول في الموت وجدين لا تتركيني لما تركتك وجدين وبالجزء الثاني لحظات موت أمير فأنت حضرتك تستدعي تجاربك الشخصية حتى تقدر تطلع أكبر المسترسين وكمان بتمنى أنك تعطيني الفرصة أسلم عليك لأنه بابا يقعد يعني حبة كرامل بنعاد 24 مرة بالسنة عنا بالفيف أول شيء تسلمي لي على البابا الله يسلم سلام خاص للبابا أكيد في مطارح في مطارح من الذكر يمكن قصص مرأة معنا بحياتنا هل قد تأثر فينا وهل قد تزعلنا لكن لما الممثل يمكن يوصل لمرحلة أنه يعيش الشخصية تصير الحالة بحد ذاتها هي حالة عم بيعيشها هو شخصيا مش كممثل مفصول عنها أرجوك سأخذون آخر سؤال مرحبا أهلا أول شي أنا عرف عن نفسي أنا دكتورة صفا العزاوي من العراق تشرفنا وطبعا لأنني أصلا مسترد قريب البابا لك مرحبا فحبت أحضر هذا المكان لأنه من ضمن تخصصي أنه أساوي سؤال للومن لكن سؤالي إليش أنه أنت مرأتي بهوائية مرحبات في حياتك ماذا النصيحة التي تقدمها للنساء أنه يكونوا قوية يعني تكون قوية ماذا تكون إدارية ماذا تكون قيادية ماذا تواجه إذا شافت مرض أو شافت صعب حكم خبرتش طبعا النصيحة أول شي لازم كلنا نعرف أنه الله أعطانا الحياة يعني أعطانا نعمة كبيرة لازم نحافظ عليها ونستغل كل يوم ولا يوم يكون يمر متل يالي قبله ولا مرة نقول إذا نحنا نحنا وقعنا يعني انتهينا لا هذا لازم يعطينا زخم ولا مرة نقول إذا جربنا شي فشلنا فيه كلنا بدنا نبشل بمطارح لحتى نلاقي ذاتنا نلاقي نحنا وين هدفنا شو الخطة الثانية اللي نازم نعملها ما نخاف من السقوط والأهم من هذا كله ما نسمع لحدا بس أي حدا كل حواليك تشعر بالدني هبطولك من عزيمتك ويقول لك لا أنت لا تستطيع تعمل لا نحنا نستطيع نعمل وأنا الآن صرت بهذه المرحلة بهذا العمر كل شيء ما قدرت أو خفت أعمله من أنا وصغيرة عم جربوا عم أعملوا عم حس أني كثير أبا ضايفي شكرا شكرا ما لشي بدكم تزعلوا مني لو زفان بعده هون كنت قال لكم تفضلوا تلعوا على المسرح وطرحوا رأسي اللي بدكم إياها بس الوقت دي همنا صرت ساعة سبعة وعشرة أنا بدي أشكركم كثير بدي أشكر كثير ريكاردو أنا كثير كنت غيراني من كل التام والمعون انتروفيو أنا حاب يكون معك شيوم وهيدا هيك حلم كمان حلو حققت اليوم مرسي مستقبل أمامنا بس الحوار ماشي حالو مشكر لأردن أنا بدي أشكريك كثير أنا سعيدة جدا من متابعين هيدا المؤتمر يلي بيصير كل سنة وأنا اليوم كنت ضيفي في فا أحبك كثير وكل التوفيق لأليك